السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم عاملين ايه؟ يارب دايما تكونوا بخير نزلنا وعملنا تقرير مع اصحاب القهاوي وسألنا بعض المواطنين عن شعورك وايه عن فك الحذر وطبعا عودة الحياة لطبعتها فقال لنا الاستاذ اشرف وده مواطن متعود على القهوة دايما قال انا قررت اني ما عودش على القهوة لا يوم اجستي القهوة بعد ما كانت المكان الوحيد اللي بيخلينا نفك عن نفسنا شوية بقى عبء من ضمن الاعباء اللي بتيجي علينا فمثلا انا اقل فلوس تكون معاي عشان اعود على القهوة لازم يكون معاي عشرة جنيه 8 كباية الشاي والمية اللي هم اقل مشاريب في القهوة وكمل معانا الحوار وقال القهوة اللي كانت زي بيتنا بقت خروجة وفسحة ماينفعش نلجأ لها واحنا مفلسين زي زمان ارتفاع الاسعار جاي على الغلابة كل حاجة بقت غالية واحنا بجد ما بقى نشع فيه نعمل ايه بقينا نخلص شغل ونروح حتى القهوة اتحولت لحلم صعب بسبب الفلوس والغلاء فاسعار كباية الشاي هتبقى من 6 ل 10 جنيه وسعر فينجان القهوة هيوصل 8 ل 10 و 15 جنيه واسعار الحاجة الساعة هتوصل 8 ل 20 جنيه ده طبعا لان اصحاب القهوة عايزين يجمعوا اكبر مكسب يعوضهم عن شهور غلق القهوة بتاعتهم بسبب الازمة اللي احنا كنا فيها وكمان انا عرفت يا جماعة خبر هو مش عارفة هو على قد ما هو كوميدي بس فيه يعني يعني مأساة شوية قال الدكتور سمعت ان الدكتور خالد قاسم المتحدث الرسمي باسم التنمية المحلية انه فيما يتعلق بالرواد القادمين للمطاعم والكفيهات والمقاهي سيتم اختيار 25% باسبقية الحجز معقولة 25% ماشي نكمل الخبر سوا قال من يأتي اولا له الاولوية او الحجز بالتليفون او تطبيقات الموبايل يعني انا عشان اروح اقعد على القهوة لازم احجز بالتليفون او باسبقية الحجز او كمان هنزل تطبيق على الموبايل اقول فيها جماعة احجزولي مكان او حجزولي كرسي وكمان اضافت دكتور خالد خلال مدخلة هاتفية مع الاعلامي احمد موسى ببرنامج على مسئوليتي المزاعة على شاشة صدى البلد ان المطاعم والاهاوي لابد من التزامها بالكشف الحراري وكمان يقيسوا درجة حرارة المواطن قبل الدخول مشدد على انه لن يتم السماح لاي مكان بالفتح الا بعد قبول الاشتراطات والالتزام بتنفذها وسيتم المحاسبة عليها واشار الدكتور قاسم الى انه لن يكون مسموح بالشيشة او الطاولة او الديمونو لان جميعها تلامس وتنقل الفيروس سألنا بقى الاستاذ صاحب مقهى موجودة في شارع الحجاز يطرى الاسعار شكلها ايه بعد العودة للعمل قال الاسعار هتبقى نار 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 سألنا ليه عمل حج كده طيب قال عشان نعود ايام العطلة وكمان انت هتشتغل على 25% بس من الزباين البقشيش اللي بيعود اجر العامل هيخف والطلبات هتخف والمصرفات هي هي والضرائب هتزيد يعني لازم ازود ثمن الحاجة عشان اقدر عود الخسارة طبعا ربنا معانا جميعا وربنا يستر في الايام اللي جاية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة